العاصفة السلجية والجريدية تقطع أوصال الولايات المتحدة الأمريكية وتجعل السفر مستحيل لقاح كورونا للأطفال دون الخمس سنوات أصبح قريب دعوات قضائية ضد مصلحة الدرائب أو مصلحة البطالة دعوات قضائية ضد مصلحة البطالة بسبب رسائل لاسترجاع الأموال وليات تؤخر موسم الاسترداد الضريبي وتعقد الأمور وكيفية مشاهدة مباراة منتخب مصر مجانا في الولايات المتحدة الأمريكية كل هذه الأخبار وغيرها في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامج شوفي ما فيه معي أنا حسين هشم من قناة شو الأخبار تحياتنا لكم متابعينا ومشاهدينا من قناة شو الأخبار معكم حسين هشم وحلقة جديدة ومباشرة من برنامج شوفي ما فيه نستعلم من خلاله آخر وأهم المستجدات على الصعيد المحلي والولايات المتحدة الأمريكية ونبدأ بالخبر اللي هو شغل بال يمكن العديد والملايين من المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو العاصفي السلجية والجليدية التي تضرب الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الولايات التي تقع في وسط وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية وعم بتأثر على ما يقارب من 90 لـ 100 مليون أمريكي على مسافة تمتد ما بين 2000 لـ 3000 مايلا يعني إذا حطينا نحن ستريت لاين من ولاية نيو مكسيكو لمين تقريبا عندنا مسافة بحدود 2120 مايلا هل أدى ممتد هيدي العاصفي اللي عم تضرب الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير جدا مثل ما قالنا من نيو مكسيكو من ولاية نيو مكسيكو لولاية مين إذا بدي يعطيها يعني عنوان عريضة لهذه العاصفي اللي كانت عم تصير اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية وبعدها مستمرética بايدوين احنا بعدنا بأول عاصفي اللي هي المرحلة الأولى مثل ما قالنا لكم مبارح فيه لالحظة المرحلة الأولى تقريبا رح تصير بأخرة لساعات طويلة من نهار غد الخميس إذا أريد أن أعطي عناوين عريضة لهذه العاصفة إغلاق مدارس حوادث بشكل كبير جداً إلغاء رحلات الطيران انقطاع السفر البري مبين الولايات بشكل كبير جداً إغلاق المحلات والمؤسسات والمطاعم كمان بشكل كبير جداً فيضانات في بعض المناطق جليد في عدد كبير من الولايات والسلوج فيه كمان ببعض المناطق تسجلت أرقام قياسية لتساقط السلوج بهذه المناطق أكيد بدأنا نفوت بالتفاصيل هذه العاصفة إخواننا اللي بلشت من غرب يعني بولايات التقع في غرب وسط الغرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية عم نحكي بمناطق مثل دالس مثل منفس مثل لتل راكن عم نشوف تكون الجليد وحالياً هناك يعني ارتقاب وتوقع لانقطاع الكهرباء من هلأ بالأربعة بالليل للخميس بهذه المناطق اللي ذكرناها مثل دالس مثل منفس مثل لتل راك حتى عم بيقولوا يمكن الجليد أن يصل إلى منهات أصلاً كمان فهذه المناطق بدأت تنتبه شوي على تكون الجليد وعلى الطرقات على عوامي الكهرباء ومن ما سوف يؤدي حسب توقعات المصلحة الأرصاد الجوية الوطنية في المتحدة الأمريكية يقولوا أن هذه المنطقة سيكون فيها انقطاع الكهرباء يبدأ اليوم بالليل ويستمر إلى نهار غد الخميس أكيد إخواننا أيضاً مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية كانت تقول هذه العاصفة طويلة الأمد وكبيرة جداً بالمدى إن كان من حيث القوة وإن كان من حيث المنطقة الجغرافية اللي هي عم تغطيها في الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً إخواننا الولايات التي تقع تقريباً في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية ستشهد عواصف رعضية تندرستورمس وهناك مخاوف وهناك نسبة كبيرة أن يصبح فيضانات في هذه المناطق نتحدث عن مناطق تقع في الجنوب الشرقي لولايات الوزيانة مناطق تقع في جنوب ولاية ميسيسيبي أيضاً مناطق تقع في الجنوب الغربي لولايات الأباما أيضاً في بعض المناطق في فلوريدا وهناك تحركات وشانس كبيرة أن يكون هناك تورنيدوز يعني يكون هناك عصير في بعض المناطق في فلوريدا فهيدي بشكل عام بعض الشغلات اللي شفناها نحنا واللي رح نشوفها اليوم من نهار الأربعة بعد الظهر إخواننا كنا عم نشوف عم تتحرك العاصفة من كانسس سيتي من سان لويس بميزوري وعم تنتقل أكتر سوب إلانوي شيكاغو شفناها عم بتسجل كتير تلج إنديانا شفناها عم بتسجل كتير تلج منطقة الشمالية الغربية في ولاية أوهايو شفناها كمان عم بتسجل كتير تلج المنطقة الجنوبية والوسطى في ولاية ميشيغن كمان كانت عم بتسجل عم بيكون فيها تساقط تلج بشكل كبير يعني منطقة فلنت سجلت رقم مش شايفينه قبل بولاية فلنت تقريبا من عدد كبير من السنوات يعني تسعة أنش كان عم بيكون بولاية مدينة فلنت بولاية ميشيغن بشكل عام إخوانا بعض الأرقام اللي تساقط السلوج إلى حد الآن قبل ما نطلع نحنا على الهواء معكم تقريبا تسعة لأحد عشر أنش بي دنفر تسعة لأحد عشر أنش بي بيرويا خمسة لتسعة أنش بي شيكاغو ستة أنش بي واشيتا وأيضا أربعة إلى ستة أنش تقريبا بجيفرسون سيتي وبكولومبيا بمسوش يوريس وأيضا بكانسس سيتي وبسان لويس تقريبا تنين لأربعة أنش في ديترويت ومناطق بعض المناطق بميشيغن تقريبا عم نشوف كمان بحدود الخمسة أنش ومازال التلج مستمر في هذه المناطق وقلنا لكم أيضا في فلنت تقريبا صار التلج تسعة أنش بكولارادو سبرينجز أخوانا صار نازل أكثر من عشرين أنش من التلج بكولارادو سبرينجز أكثر من عشرين أنش يعني بعتقد يمكن هذا أكثر معدل سجل إلى حد الآن أوكلهوما 8 أنش تقريبا صار نازل بأكلهوما بشكل عام أخوانا في بعض الولايات استدعت الحرس الوطني الناس مثل بولاية إلانوي تم استدعاء ما يقارب 130 عضو من عناصر الحرس الوطني المساعدة في عملية فتح الطرقات ومساعدة خاصة في الأماكن اللي يكون فيها حوادث وبإلانوي أيضا عم بيقول الحاكم الولي أنه هو حرك ما يقارب 1800 شاحنة لتنظيف الطرقات وفتح الطرقات أيضا إخوانا ببوستن ونيويورك المفروض من هلأ والبكرة والهار الجمعة ببوستن ونيويورك نشوف في تلج نشوف في بعض تكون الجليد أيضا وأيضا كمان بدالس بتكساس عم بيقولوا كمان رح يكون هناك تكون للجليد وفرضية أنه تنقطع الكهرباء بتالس بتكساس أيضا نتيجة هذه العواصف اللي عم بتكون بالولايات المتحدة الأمريكية إخوانا كنا عم نشوف إلغاء كبير للرحلات الطيران تقريبا ما يقارب الـ 2100 رحلة اليوم نهار الأربعة تم إلغاءة 2100 رحلة وغدا النهار الخميس 40% من رحلات الطيران تقريبا تم إلغاءة عم يحدثوا عن تقريبا ما يقارب الـ 2600 رحلة طيران تم إلغاءة بمطار دالس لاففيلد لحاله إخوانا تم إلغاءة ما يقارب 92% من الرحلات يعني شوفوا يعني بين المبارح بين اليوم الأربعة وبكرة الخميس تقريبا يعني بحدود الـ 4700 رحلة تم إلغاءة 2100 اليوم وبكرة 2600 لحد هلأ أنا بعرف كتير أشخاص كانوا بدون يجوا من لبنان لغولون الرحلة أشخاص هلأ كانوا عاملين في مكسيكو أو بولاية تانية ولغولون الرحلة فهمين كيف فهذا أمر يعني جدي جدا بكنت تنتبهوا شوي اللي موجودين بـ هذه الولايات اللي ستساقط فيها تلج مثل نحن موجودين في ولية ميشيغان بمدينة ديربون تلج الموجود بتحسه تقيل شوي في ماء كتير بقلبه هلأ درجات الحرارة كمان نزلت درجات الحرارة وبالتالي هيدا تلج رح يصير جليد إلى حد ما ورح يتساقط تلج أكتر خلال الساعات المقبلة من هلأ إلى بكرة بك تنتبهوا يعني على هيدا الموضوع شوي اللي عم بسوء يعني نحنا كنا عم بسوء المشوار اللي كان ياخد معنا عشد أيق كان عم ياخد معنا اليوم أربعين ديئة أو ما فوق فينتبع سوئته الواحد اليوم أدمة فيه فهيدا فيما يتعلق بموضوع العاصفي الثلجي والجليدية تضرب الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت مستمري نحنا شفنا القسم الأول منها هناك توقعات بمزيد من السلوج في المناطق والولايات اللي نحنا زكرناها مبارح اللي هي تمتد على أكثر من 19 إلى 21 ولية والخوف الأكبر هو على ما أعتقد ليس فقط من السلوج ولكن من الجليد التي سوف يتكون في بعض تلك المناطق واللي هو رح يخلي عملية السفر البري والتحرك البري رح يكون صعب إلى حد ما ننتقل إلى خبر آخر يتعلق بلقاحات الخاصة بالأطفال لمدون الخمس سنوات كنا عم نشوف لحد هلأ ما في لقاح مضاد لفيروس كورونا لهذه الفئة العمرية نظرا مش من فترة كتير بعيدة إخواننا بشهر ديسمبر بشهر 12 2021 كانت فايزر عم بتأعلن أنه التجربة السريرية اللي هني قاموا فيها لهذه الفئة العمرية الما بين السنتين وأربع سنوات كان اللقاح اللي هني عم يستعملوه عم بيعطي ناق سفشنت رسبانس يعني ما عم بيعطي جواب مناعي جيد مثل ما شايفوه يعني باللقاح اللي هني عاطينه للفئة العمرية اللي هني ستعاش وما فوق وبالتالي لما طلعوا هيده الداتا وهيده النتائج تبع التجربة تبعهم فايزر قالوا يمكن ما لح فينا نطلعوا لهذا اللقاح حلق بنا نتأخر شوي بس اللي صار السلطات الصحية في الوقت المتحدة الأمريكية وخاصة وكالة الغزاء والدواء الأمريكية الاف دي اي كانت هي عم تطلب من فايزر ومن موديرنا يعني هوني الفرق اخوانا باكنت انتبوه لهذا الموضوع اجت الاف دي اي قالت لهم لفايزر وموديرنا قدموا طلب حتى لو الداتا تبعكم منا قوية كتير التجربة تبعكم منا مبشرة كتير والرسبونس اللي عم بيعطيه الاميون سيستم الجهاز المناعي منه كتير مميز ادموا انتوا طلب لحتى تحصلوا على موافقة الطوارئ الامرجنسي يوز وحطوهم ميتنج لحتى يدرسوا هذا الطلب بخمسة عشر فبراير عم بيقولوا نظرا لارتفاع حالات اصابة الاطفال ما دون الخمس سنوات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الامريكية وتسجيل ما يقارب المليون وستمائة ألف حالي لأطفال دون الأربع سنوات اللي هني صار معا عن كورونا عم بيقولوا انه هناك حاجة ماثة للقاح مضاد لفيروس كورونا لهيدي الفئة العمرية ولذلك طلبت الاف دي اي من شركة فايزر وموديرنا انه هني قدموا طلب ليحصلوا على موافقة الطوارئ على هيدا اللقاح اللي هني تقريبا دوز العادي اللي هني بيعطوها فايزر لنقول لهودي الادولت البلغين اللي هني فوق 16 سنة هي 30 مايكروغرام الدوز اللي بدون يعطوها للأولاد هني 30 مايكروغرام يعني تقريبا 1 تنس الجرعة تبعه هلأ هني اول شي كانوا عم بيعملوا تست على جرعتين شكلهم بدون يطلعوا بثلاث جرعات للأطفال بس دايما الدوز اللي عم بيستعملوها رح تكون الدوز اقل من الولادة الثانية يعني من الفائة العمرية التانية بنفس المجال كانت موديرنا شركة موديرنا و اللقاح موديرنا رح يحصل على الموافقة الكاملة من السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية لإستعماله أكيد كما قلنا لكم كان يحصل على الموافقة الكاملة من وكالة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأمريكية ليصبح اللقاح الثاني اللقاح الأول الذي يحصل على هذه الموافقة هو كان لقاح شركة فيزر شركة فيزر مذكريين إخواننا عطوهم هذه الموافقة وكان هو أول لقاح بيحصل على الموافقة الامرجنسي يوز إخواننا مثل ما بيقول الاسم تابعه إنه امرجنسي يوز هو في حالة الطوارئ وعندما تنتهي حالة الطوارئ لا يمكن استعمال الفاكسين أو اللقاح بس اللي صار هلأ لما عطوهم الفل أبروفل أو الموافقة الكاملة صار مثله مثل أي لقاح تاني موجود هلأ حاليا بالسوق واللقاح اللي عطى أبروفل لمديرنا هو نفس اللقاح اللي هو كان معتينه أبروفل أو موافقة الطوارئ يعني ما غيروا في شيء اللقاح طبعا شركة بموديرنا أزم زكريين بلشوا استعماله بـ 18 ديسمبر 2020 صاروا عاطين منه تقريبا ما يقارب الـ 204 مليون جرعة في الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا 38% من الجرعات اللي عطت بأمريكا هي تقريبا جرعات من هيدا اللقاح ما يقارب الـ 75 مليون أمريكي حصلوا على هيدا اللقاح وأيضا 38.5 مليون أمريكي حصلوا على الجرعة المعززة من هيدا اللقاح أو كما تعرف بالـ Booster Shot إخواننا كان في كتير شكاوي من العالم أنه مصلحة الدرائب عم تبعت لهم مصلحة البطالة عم تبعت لهم رسائل تطالب باسترجاع الأموال وكتير كان في عالم عم بيطلعوا على السوشال ميديا وعم بيعبروا عن تزمر من هذا الموضوع وأنه كيف وليش ما أنتوا وفقتولنا لماذا هلأ رجعتوا وعملتوا لنا ورجعتوا وقلوا لنا أنه نحنا ما بيطلع لنا أو بيطلع لنا نفس المبلغ بيطلع لنا مبلغ أقل وبالتالي إخواننا في ولاية ميشيغن كان في قضية Class Action Law Suit عم تنرفع ضد مصلحة البطالة في ولاية ميشيغن ورئيسة مصلحة البطالة في ولاية ميشيغن الرئيسة التنفيذية جوليا ديل كان في هذه القضية اللي عم تنرفع ضدهم من مكتب محامات في مدينة أناربر والمحاميين ديفيد بلانشير وأيضا فرانسيز هولاندر كان عم يرفعوا هذه القضية وعم بمسلوا عدد من الوكالاء لقلهم في ولاية ميشيغن لوصلهم رسائل من وكالة البطالة عم بتطلبهم باسترجاع الأموال هؤلاء المتضررين عم بيطالبوا بأكيد تعويضات مالية عم بيطالبوا أيضا بي أنه كمان يعني استرجاع هذه الشغلات اللي هن عم بيطالبوا فيهم الوحدات المصلحة البطالة أيضا وقف أي شيء اسمه أنه ما تجي مصلحة البطالة وتاخد لهم الريتب تبعهم أو الأجر تبعهم وأيضا أنه خلص يلغوا هيدا الموضوع فبدنا نشوف وببدنا نتابع هل يترى هيدا الخطوة وهيدا الدعوة القضائية اللي هي رفعت أمام هل يترى رح تمشي وهل يترى رح تأثر على الرسائل الثانية اللي انبعتت لعدد كبير من المواطنين في ولية ميشيغان تطالبهم باسترجاع الأموال بسبب عم بيقولوا أنه في شيء اسمه في أشخاص كتير دفعوا لهم يترى 300 وشي 362 دولار بعام 2020 رجعوا قالوا يمكن أنتوا ما بيطلع لكم 362 بيطلع لكم 160 تفاعلنا الفرد في أشخاص لا قالوا لنا تفاعلنا كل شيء فبدنا نشوف شو بدوا يصير بهيدا الموضوع أيضا إخوانا فيما يتعلق بموضوع الدراءب ولاية ميشيغان وهناك ولاياد التانية سيأخروا لموسم الاسترداد الضريب じعلمون كما تعرفون موسم الاسترداد الضريبي الفيدرالي بدأس من 찾아وان 24 يناير العالم ان استمرت العب ولن هذه زالت الوصول منها من الميشيغان ما هذه الميشيغان ليست في نفس الوقت هناك بعض الولايات التانية بيحب هنا أن تكون في نفس الحل ولكن أريد أعطي لتدافة الميشيغان على سبيل المثال ما يعني بولاية مشيقين إخواننا في عدد من النمازج بعدها مش متوفرة وبالتالي بواحد بدوا يروح يعبي استرداد ضريبة ما عم بيقدر يعبي استرداد ضريبة لأنه بعد ما في عبي استرداد ضريبة والفدرال شو بده بالفدرال لأنه الفدرال منه محرز ما بيجيب له مصاري كتير في كتير نمازج وفورمز بعدها مش جاهزة من ولاية مشيقين يعني بلعطيكم أكتر من المسألة 1099 جي رحتشوفوا صورته قدامكم وصلنا وصل إيميل أكيد للعالم عم بيقلهم أنه 1099 جي اللي هو هيدا الفورم المفروض أنت إذا أخذت بطالة في 2021 يقول أنت قديش أخذت بطالة هيدا 1099 جي ما رح يكون متوفر تقريبا لآخر شهر فبراير طيب وأيضا غيروا شو في عندكم كمان في شغلات ممكن 1099 جي كتير عالة عم بيحكوا فيه بس كمان في عندكم الفورم تبع الهومستاد اللي عندهم بيوت اللي بيرجعلهم مصاري على بيتهم كمان هيدا بعده منوش جاهز لـ 24 الشهر ليجهز وغيروا 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 من النماذج البعده منوش جاهزة فالفيدرال جاهز وفيكن تعبوا فيدرال بس الستايت بعده منوش جاهز يعني كولية منوش جاهز فهلأ عم نروح عند المحاسبين وتشوفون كلهم قاعدين ما عم بيشتغلوا هلأ واقف السوق قديش بده يكون هيدا إلو ارتدادات على السوق المالي بدنا نشوف بدنا نشوف لأنه إذا العالم ما عم بتعبق في كتير عالم تنطر لتعمل استداد ضريبة لحتى تروح تشتري عفش بيت لحتى تروح تشتري سيارة لحتى تروح تعمل شي فهمين كيف كله واقف يعني بنعرف السيارات بينطروا للموسم الضريبة بينطروا للموسم الضريبة بينطروا للموسم الضريبة فكتير شغلات تتعلق بالموسم الضريبي فإذا الموسم الضريبي واقف هلأ وما حدا عم بيعبي ولا آخر فبروري لا يعبوا ولا يعبوا ولا يرجعوا يجيهم استرداد الضريبي يمكن تاخد لنص مارش لآخر مارش فواقف الاقتصاد شوي بنا نشوف قداش هدي رح يكون في إلي تأثير على الاقتصاد بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية والولاية مشجان وهدي الولايات اللي هي عم بتعاني من هيدا الموضوع لأنه ما حدا رح يعبي وما يعبي ستيت هيدا موضوع دا كنت انتبهوا عليه آخر شغل إخوانا فيما يتعلق بمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية بعرف أنا المنتخب المصري هو المنتخب العربي الوحيد لبعد ضل بالتصفيات فيهم مبارات للمنتخب المصري غدا النهار الخميس ضد المستضيف كاميرون في النصف نهائي كتير أشخاص بأمريكا عم بيسألوا كيف يحضروا هيدا المبارات بتقنية عالية في كتير أشخاص يمكن بيلجأوا لطرق غير قانونية بتقطش بيكون الصورة مأخرة الصوت بمحل الصورة بمحل بإمكانكم مشاهدة هذه المبارات بتقنية عالية وبجودي عالية بشكل قانوني بدون تقطيش حتى مجانا صراحة استعملوا اللينك نحنا حطينالكم لينك مبارح استعملوا اللينك اللي حطينالكمucking بإمكانكم مشاهدة المبارات بشكل مجاني لأنه اللينك بيعطيكم مشاهدة ل7 أيام ببلاش يعني فيكم تحضروا هيدا المبارات صراحة أنا مش لازم لكن هيك لكن يمكنكم أن تحضروا هذه الوحبارات و يمكنكم أن تحضروا النهائي إذا بدأتكم فهمنا نرى كيف و يبدأ لأنه سبع أيام، النهائي هو الأحد على ما أعتقد فكبسوا على هذا الوحب، اعملوا اكتيفاشن سبع أيام، جربوها للخدمة إن عجبتكم، عجبتكم، ما عجبتكم، تكونوا حضرتوا مصر بكرة ببلاش و النهائي ببلاش، و الـ Game Metal بهال سبع أيام ببلاش و يمكنكم أن تحضروا 80 محطة عربية بتقنية عالية ووجودة عالية من خلال هذا الرابط من خلال سلينك تيفي أرباك أكيد حطينا اللينك نحن على الصفحة اليوم وأيضاً بعثنا على الجروبات على الواتس أب فيكم تستفيدوا من هذا اللينك الخاص فينا لقناة شو الأخبار حتى تقدروا تحصلوا على سبع أيام مشاهدة مجانية هذه كانت أخبارنا لليوم، أكيد جو عاصف في عدد كبير من الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية، ما بين 19 إلى 21 ولية ما بين 90 إلى 100 مليون أمريكي يتأثر بهذا الجو العاصف ما انتهت العاصفة، ما يقولون عنها بأمريكا انتبهوا لحالكم، انتبهوا لعيالكم إذا طلعتوا على الطريقة سوقوا، انتبهوا على سوقتكم وعلى اللي عم بيسوق حدكم يمكن الواحد بنتبه لسوقته، بس ما فيهوش يسيطر على اللي حده عم بيسوق خصوصاً هلأ الطرقات رح تكون أكتر في جليد عليها فانتبهوا على حالكم، انتبهوا على أولادكم هذه كانت حلقتنا اليوم، ما تنسوا بتعملوا شير للحلقة اللي عم بيسأل عن اللينك إخواننا، هلأ بنحط لكم اللينك بمربع التعليقات بس كمان إذا بترجعوا على الصفحة على فيسبوك أو مطرح ما عم تحضروا فيه بوست، نفس الفلاير اللي شفتوه هلأ هونيكي فيه بوست فيه معه لينك، فخلص هلأ نجح نحط لكم اللينك بالتعليقات تكرم معينكم، نحن نحط لكم هي بالتعليقات هذه كانت حلقتنا اليوم، ما تنسوا تعملوا شير للحلقة ما تنسوا تتابعونا على وصائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك، على انستجرام، على تويتر، على تيك تاك سبسكرايب على يوتيوب، نضموا لألنا على جروباتنا على الواتس آب وإلى نرقاكم بحلقات مقبلي من هيدا البرنامج وبرامج أخرى كان معكم حسين هيشو من قناتش الأخبار، إلى اللقاء، وتصبحونا على ألف خير موسيقى 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 اشتركوا في القناة